من بيروت معي دكتور سامي نادر أستاذ العلاقات الدولية دكتور سامي مسال خير دائماً ما نتحدث عن معاقبة هؤلاء كل المسؤولين عن الجرائم الكيماوي عاجلاً أم آجلاً ما يحكى عنه اليوم سينضم إلى هذا الملف نعم ولكن هناك فرق أن لا يمكن استبعاد قيام الولايات المتحدة بضربة عسكرية عقابية كما حصل في نيسان من العام الماضي وهذا فرق أساسي على الساحة الدولية فرق أساسي بين الإدارة الأمريكية الحالية والإدارة السابقة المسألة الثانية أن ليس هناك مفاوضات نووية مع إيران يضحى بجرائم أو بقضايا أمام المحكمة الدولية العالمية من أجل عدم التعرض لهذه المفاوضات أو هذا الاتفاق وهذا الاتفاق الذي دفع ثمنه غالياً الشعب السوري إذا هناك تبدل أو تغيير في المناخ الدولي لأي درجة ممكن أن يصل هذا التبدل يعني فيما يتعلق بترامب بالبداية ربما تحدثنا فقط عن موضوع الشعيرات الذي طبعاً كان له وقح خاصة بعدما توعد به ترامب ولكن بعده لا شيء يذكر ربما وفق كثيرين كتغيير بين سياسة وسياسة أوباما كيف تقسون الأمور إلى أي درجة ممكن أن يقتضي الأمر تدخل عسكري وأن تقوم الولايات المتحدة بهذا التدخل العسكري أعتقد هذا أمر حصل وقد تقوم الولايات المتحدة العمريكية بضربة عسكرية إذا ما بادر النظام السوري أو القوى المتحالفة معه بتنفيذ ضربة كيموية ولكن أهم من ذلك أنا أعتقد أن هنا عبر هذه القضية ملف لمزيد من الضغط السياسي على النظام السوري والأهم من ذلك هناك ضغط غير مباشر على الطرف الروسي دعينا لا ننسى أن هناك اتفاق حول هذه المسألة الحد من السلاح الكيموي وذلك موقع ما بين الأمريكيين والروس هناك اتهام غير مباشر بإخلال الطرف الروسي بمراقبة هذا الاتفاق وبضمان تنفيذ هذا الاتفاق الأمر الذي يترجم مزيد من الضغط على هذا الطرف والأمر أيضا الذي يفقد مصداقية أو يفقد أيضا مشروعية النظام السوري نفسه وهو اليوم النقطة الخلافية الأساسية في المصار التفاوضي ومن هنا هذا الملف أنا باعتقادي يشكل عائقا أساسيا أمام مصار سوتي هذا المصار الذي تحاول روسيا أن تستبدل مصار جينيف به لهذا تحدثنا عن على الأقل مكاسب سياسية من خلال هذا الملف عن تدخل ولاية المتحدة كردات فعال عسكرية لأن التقرير اليوم يتحدث عن استخدام يعني أدلة تثبت ورط النظام باستخدام كيماوي جديد بحلب إدلب دمشق بعيدا عن هذا الموضوع قانونيا المحاسبة كيف المحاسبة التي نتحدث عنها دائما وبأن بالقانون موجودة مهما طال الزمن أو قصر كيف متى شواهد تاريخية حدث فيها نفس الموضوع يعني هناك هذه تعتبر جريمة ضد الإنسانية وهناك أكثر من مثل ممكن إعطاءه ليس أقله ما حدث في سيريبرينيسكا صحيح أنه لم تحدث هناك استعمال بالكيماوي ولكن ما اعتبر جريمة ضد الإنسانية طال الزمن ولكن عادت المسؤولون أمام القضاء وحكموا وكثيرون منهم اليوم هم خلف القطبان هناك المحكمة الدولية من أجل يغسلافيا قادت أكثر من 250 شخص هذا مثل نعم هناك أمثلة أخرى حيث يمكن أن نقول العكس لا شك أن النظام القانون الدولي يصطدم بعقبة أساسية اسمها الفيتو أو هذه المنظومة التي تشكل التحدي الأبرز اليوم أمام إحقاق الحق على المستوى الدولي ولكن الأمور هي كما هي ولكن نعم هناك أمثلة لقضايا بلغت ما صارها الكامل من تحت قبة القانون الدولي أنا أشكرك جزيلا من بيروت كنت معنا دكتور سامي نادر أستاذ في العلاقات الدولية شكرا على وجودك معنا دائما دكتور سامي